السلام عليكم انا رينادي معوض رح اكون معاكم واشرح لكم البارت الثاني من لكتشر سكستين لسبنتين وبسم الله نبدأ المفهومة الاول عندنا في هذا البارت هو الكنسنتريشن بناء على الكتلة ما المقصود بالكنسنتريشن الكنسنتريشن هي التركيز تركيز ايش طيب تركيز كمية من المذاب داخل محلول amount of salute ذابت كليا وتماما في الكمية طبعا من المحلول طيب يعني ايش وضحي لنا اكثر الكنسنتريشن زي لما انا اجيب مثلا كاسة شاهي وكثر فيها الشاهي والشاهي هنا يعتبر المذاب والمذيب عندنا السولفنت اللي هو الووتر فلو زدت عدد حبات الشاهي كذا انا كونت تركيز عالي في المحلول وتكون عندنا محلول مركز جدا وهذا هو ابسط مثال طبعا على الكنسنتريشن جاهنا وقلنا الكنسنتريشن هذا حيأثر على الخصائص الفيزيائية وايضا الكيميائية طبعا بغض النظر عن الامثل هذه حيأثر على كل الخصائص الفيزيائية الاخرى زي الميلتينج عندنا التجمد اي خاصية فيزيائية قدامكم وعندنا الكيميكال طبعا زي اللي هو الرياكتيفتي او السولوش الرياكتيفتي التفاعلات الداخل اللي هو المحلول بالاضافة للتغيرات الكيميائية الاخرى فعلى سبيل المثال لو جبنا وجينا نتكلم يعني عن الفيزيكال الفيزيكال لما انا مثلا اجيب كاسة زي كذا هذي كاسة واحد هذي كاسة ثمين وحطيت كمية مثلا خلينا نقول من الملح قليلة زي كذا وكمية كبيرة من الملح خلينا نقول زي كذا هذا كله ملح وهذا كله ملح وقلت يلا حطولي اياها في الفريزر مين رح يتجمد اسرع هذا رقم واحد ولا رقم اثنين حنقول هنا رقم واحد ليش؟ لانه كمية المذاب عندنا قليلة تمام؟ فمحتاجت ابدا انها تأخذ وقت اصلا عشان تتجمل اما بالعكس اللي عندنا تركيزها عالي وكمية الملح فيها عالية التغير الفيزيائي عليها حيجري ابطأ ورح تتجمد طبعا بشكل اقل في الكيميكال لو جينا نقول مثلا انا عندي حبة باندول تمام؟ قل لي الدكتور واصف لي وقل لي خذي يا ريناد مثلا حبتين باندول هذه الجرعة وانا قلت ابغى اطيب بسرعة فما باخد حبتين باخد اربعة الاثنين هنا هي الصح عشان انا اطيب مثلا من الحرارة اللي فيني لكن انا جيت وعطيت لنفسي جرعة زيادة هذه الجرعة زيادة حتسبب سمية عالية وبالتالي حتأثر سلبا فبالتالي هنا التسمم طبعا هو السمية خاصية كيميائية وايضا دليل يقودنا هنا على انه الكنسنتريشن العالي برضو يفرق ويغير نجي نتكلم هنا عن الماس بناء على الفوليوم في الكنسنتريشن فقلنا في الكنسنتريشن لو جبتي لي كمية من المذار اكسميها يلا على كمية من المذار او قصدي كمية من المحلول بس كيف ايش حنعمل يقول لنا هنا انه هو يبغى ذا المذار اول حالة يبغى بالقرام ومرة يبغى لنا اننا نجيبه بالمذار تمام بس ما ننسى اننا نضرب في النسبة المئوية لانه هو يبغى عندنا برسنت زي ما قال لنا فالكنسنتريشن الاول الحالة الاولى حتكون لو تتذكروا كمان الدنستي تقريبا هو نفس قانون الدنستي اللي هو القلب هذاك حقنا نفس قانونه ولكن اضيف عليه انه احنا لازم نضرب في مية لانه نحن نبغى نجيب نسبة تركيز مو تركيز لحاله وزي ما قلنا المذيب عندنا او المذاب حيكون بالقرام والمحلول بالملي ونجي هنا نطبق قال لنا احسبي calculate the percent لام اف اعطانا هذا بالملي والملي احنا قلنا يدل على ايش على السلوشن من غير ما يقولنا اصلا ملي سلوشن طيب واعطانا حاجة بالقرام حتكون اكيد في البصل سوديوم كلورايد حنعود التعويض مباشر حنقول عندنا هنا اللي هو هذا حيكون دا بسط ايوه وهذا حيكون في المقام فحنقول 20 على 2 point 0 في 10 اص 2 ونضرب في ال percent ما ننسى وحيطلع لنا الناتج 10 percent تمام في شيء كمان ابغى نوه عليه لما جيت انا اعملها بالالة الحاسبة كان غلط اني عملت قسمة زي كذا وحطيت العشرين هنا وحطيت الرقم الثاني هنا بعد ما خلصت رحت ضربت بمية وطلع لي الناتج مختلف تماماً فانتبهوا لهذه الناحية واضربوا زي كذا او اقسموا زي كذا واضربوا مرة واحدة في الالة الحاسبة ادخلوها نجي هنا نحسب بالمثال الثاني اعطانا نفس الحكاية قال لنا هنا 7.50 مضروبة في 10 ميلي اذا هنا الفوليوم بس هذه المرة اعطانا الكنسنتريشن فاش حنقول حنقول 15 مضروبة او تساوي هذا الفوليوم اللي هو معطيني 7.50 مقسوم او مضروبة في 10 او اثنين على الاكس المجهولة حقتنا او اللي هو عندنا الام ونضرب بعد كذا في المية وحيطلع الناتج المفروض زي كذا لو جينا هنا رح تكون نفس الفكرة عشان ما نطول حيكون تعويض مباشر هذا في البسط وهذا في المقام ولا تنسوا الضرب في 100 وحيطلع بالنسبة المئوية 12% هنا نفس فكرة السؤال الثاني اللي حلينا وهو معطينا هنا الملي حتكون طبعا اللي بالملي في المقام ومعطينا الكنسنتريشن حيكون كذا يعني حتكون شكل المعادلة زي كذا يساوي اللي بالمليلي لتر هذي حتكون هنا وي الاكس او القرام يعني اللي بالقرام حتكون هنا ونضرب في 100 ما ننسى ومفروض يطلع لنا الناتج زي كذا نجي هنا للحالة الثانية من الكنسنتريشن اول كنا نتكلم عن ماس وفوليوم الحين حنتكلم عن ماس وماس نبدل ماس وماس ليش برضنا في السوليوت وبرضنا في السولوشن وبرضنا حنضرب في 100 لاننا نبغى بيرسنت نجي هنا نشوف المثال اللي هو معطينا ايام فقل لنا طبعا ايوة ملاحظة مهمة اول شي عندنا المثال اللي فوق كان عبارة عن حاجة ذابت في سائل لذلك بالملي لتر لانه السائل هنا هو اللي يذوب اما هنا الماس والماس هيكون طبعا للمواد الصلبة اختلاط المواد الصلبة فنجي هنا نجي هنا ونركز في السؤال قبل ما نتسرع لانه عندنا قرامين فلازم نقرأ السؤال كويس عشان نعرف مين القرام اللي في البسط ومين القرام اللي في المقام فاش قل لي هو مختصة بالسؤال ده حنقرأ بالانجلوش ونترجمه بالعربي قال لنا يبغانا نحسب الام على ام للبلاتينيوم في خاتم ذهب مع 14 غرام من الذهب و 4.5 غرام من البلاتينيوم ايش الخربطة هذي هنترجم دا الكلام عندنا هذا الخاتم الخاتم يحتوي يقول لنا ذهب ايو ويحتوي على بلاتينيوم تمام هو يبغانا طبعا خلنا نحط شرطة الكسر ونخلص ايش يبغانا نعمل يبغانا نجيب المحلول ككل بس اول شيء خلينا نعرف طيب مين هو المذاب المذاب باختصار هو الرقم الصغير اللي موجود عندي 4.5 تمام طيب خلصنا من المذاب المذاب او المحلول مين هذا لو قلتوا هذا غلط احنا مقلنا الخاتم مو بس ذهب يحتوي كمان نسبة من البلاتينيوم اذا هنقول 14 زايد 4.5 ونص معلق القلم المهم فهنقول 14 زايد 4.5 هيعطينا المفروض 18 point 50 تمام 4.5 تمام وعطانا المفروض 8.50 نحطه هنا يلا 18 قصتي point 50 اوكي وبعدين نضرب في مية عادي طبيعي ونجيب الناتج اللي هو هذا طيب الحالة الثانية الحين من الconcentration volume وvolume وهذه تكون للسوائل اللي دابت في محلول سائل فنجي نقول نفس القانون نركز هنا volume بس هنا volume والمقام برضو volume مضروبة في المية نجي هنا على المثال اللي يتكلم عن هذه الفكرة ألا وهو هذا المثال هنا اش قال معطيني او خلنا نقرأ السؤال افضل هذا المثال وهذا حيكون solution ومعطينا التركيز فهو هناش يبغى يبغى مني اللي هو نسبة المثال الكحول اللي هي المداب فكيف حطلعها حقول اعطيتني انت لا غلط عطيتني انت خمسة تركيزك وقلت لي الخمسة وسبعين هي السلوشن عشان انا بحضر ذا المحلول فهالي يكيد الخمسة وسبعين تابعة للمحلول ومين المجهول عندي كمية المداب وحنضرب في مية وحيطلع لنا الناتج حيطلع تقريبا ثلاثة بوينت خمسة وسبعين وبالتقريب حيطلع ذا هنا ممكن تحلوها بطريقة الشفت سولف انكم تحطوا الريدي اليساوي في الآلة الحاسبة وبعدين تضغطوا شفت وسولف ويساوي ويطلع لكم الناتج بشكل مباشر يلا نرجع نراجع الافكار تبعي الكنسنتريشن الكنسنتريشن مرة كان عندي جرام على V اللي هو M على V عكسنا الموضوع صح؟ المهم هو هذا وهذه وحدته يلا والحالة الثانية لما نكون M على M تمام؟ والوحدة حقتها جرام على جرام وهذه يقولنا الصلب السولد هنا نقول السولد وهنا نقول ممكن المهم هنا هيكون لكويد L والباقي عد هنا ممكن يكون عندنا غاز أو صولد والأخيرة فوليوم سو هيكون أكيد لكويد كلها يعني هنقول V على V و هيكون ملي و ملي وأنا هنا نسيت أحط الملي شايفين هيكون هنا ملي تمام أوكي هنا عندي الفكرة اللي بعدها Parts Per Million and Parts Per Billion إش هذه Parts Per Million و Per Billion حتكون عندنا نفس القوانين اللي استخدمناها فوق ولكن أنا بعض الأحيان يكون عندي تركيز صغير جدا صعب أحسب بالقوانين اللي فوق فإيش راح أعمل يقول لنا إذا كان Per Million ملي عنده 6 صفار فإنش هسوي حقول 10 هنا مضروبة في أو 6 أما لو كان عندي Per Million حقول عشان البليون عنده 9 صفار فحقول 10 أو 9 طيب إش هي القوانين اللي حنستخدمها من اللي أخدناها فوق اللي هي القانونين هذه ماس على ماس volume على volume وهو هنا كاتب لنا ذا الكلام هنا بير بير مليون الام للمليون والبليون بي ماس على ماس وهنا ماس على ماس الاختلاف يكون في النسبة المضروب فيها هنا volume على volume volume على volume والنسبة للمليون 10 أو 6 والبليون 10 أو 9 وننزل تحت نحو الأسئلة يقول لنا هنا معطينا هذا وقيل لنا أنه هذا اللي هو البارت بير بليون تمام هذا البارت بير بليون هذا الأول المعطى الأول وإش معطينا كمان يلا معطيات قيل لنا what is the maximum amount any grams of chloroform allowed in glass containing 400 grams of water وال400 أكيد رح تكون اللي هي في المقام على شكل محلول فهنقول عندنا 100 تساوي هنا عندنا 400 مضروبة في عشرة أس تسعة ولازم لازم لازم يطلع ذا الناتج عندنا أو ممكن نحوله للميلي جرام بس وغالبا هتلاقوه بالجرامات تمام طيب عندنا هنا الفكرة الثانية يبغانا نجيب الكنس بس بناء على المولز احنا كنا نتكلم أول عن الكنس بناء على الماس الكلام الحين هيختلف ويصير بناء على المولز ليش لأنه مني كيميكال رياكشن العديد من التفاعلات الكيميائية تعتمد على المولز أو اللي هو المولر بيزس تمام ويقول لنا الكيميكال اكواجن أو المعادلة الكيميائية طبعا تحدد لنا أو represent the relative number of مولز اللي موجود طبعا في البرودكت يعني التفاعل الكيميائي يحدد لنا المولات التي دخلت وتفاعلت وكونت لنا البرودكت النواتج تمام نجي نشوف طيب اشي القوانين اللي تتكلم عن هذه النقطة المولاريتي و المولاريتي طيب المولارية والمولالية را وهنا نام ال اش الفرق بينهم الفرق في المقام طبعا فعندنا ثابت للمولاريتي والمولاريتي نرمز لها بالكابتل والمولاريتي بالسمال ثابت عندهم البست كلهم بالمول واليمين ل المداب سوليوت اما عندنا المقام ال ل السلوشن يعني اول لو تتذكروا كان الفوليوم عندنا عادي بالملاريتي هنا هنا لتر يبغى ويبغى للمحلول وهنا يجي الفرق هنا يبغى في المولاريتي كيلو جرام وللمذيب السولفنت هنا اه ام على ال ام على في اللي هو وهنا ام على كيلو جرام ام على ام يعني كذا ممكن نقول يعني لو نبغى نختصر وهنا ام على اللي هو ال في بس طبعا هذي الام ترنمز للمولات عشان ما تلخبطوا تخلطوا بحاجة ثانية طيب نجي هنا ونشوف قالنا يبغى نحسب المولاريتي والمولاريتي ثبتنا قوانينها مول على اللي هو ال في لي السلوشن تمام يلا نشوف اعطانا لا بالليتر حيكون هنا على طول وعطانا لا وعطانا يا بالمول حيكون هنا على طول تعويض مباشر زي ما انتو شايفين وهنا نركزوا صح ما في نسبة مئوية خلاص خلصنا من موضوع النسب فوق لما كان مع الماس هنا ما في نسبة مئوية فحنقول تعويض مباشر خمسة على اثنين والمفروض يطلع لنا المولاريتي هذا تمام هنا جاء وعطانا فكرة الفكرة تقول عندنا خمسة جرام من القلوكوز وإحنا لسه بالمولاريتي والمولاريتي قلنا ما فيها جرام طيب حيش حنعمل حنشوف وعطانا الفوليوم وقل لنا كل كليت المولاريتي طيب إيش حنقول وعطانا هو المركب قلوكوز القلوكوز عبارة عن إيش عبارة عن C6H12 والأو 6 إيش حنعمل حنجيب المولار ماس حقتهم لو تعرفوا تطلعوا المولار ماس عندنا ستة ذرات والكاربون هنا عندنا حيكون حيكون المولار الماسكة استحقته 12 والهايدروجين واحد والأوكسجين 15.9 تقريبا 16 لما نجمعهم كلهم مع بعض المفروض يعطيني 180 فأنا حقول الخمسة اللي انت عطيتني إياها هذه أنا أبغى أتخلص منها بحكم إنها بالقرامات فهضربها في واحد مول على 180 من هذا المركب 180 قرام عشان أنا أبغى أجيب المولات أبغى أجيب البسط حقي قرام يروح مع قرام ولما نضربهم في بعض المفروض يعطينا درق تمام خلصنا وجبنا البسط مين بقي لنا المقام المقام عندنا لو شفته بالملي وإحنا قلنا إنه لازم يكون باللتر سوى كيف هنعمل هنقول درق ومضروب في واحد على ألف ملي لأنه عندنا واحد لتر يمثل لنا ألف ملي لتر فحيطير ذولة مع بعض ولما ينضرب هنا طبعا هو حاضطها عشر أو ثلاثة المفروض يأتينا ذا الناتج نقوم إيش نعمل نكسم عادي بسطنا زي ما هو هنا ومقامنا هنا والمفروض يطلع لنا ذا الناتج نجي طيب هنا ركزوا لأنه هذا السؤال في فكرة وهو هنا إيش طالب مني طالب مني المولالتي نكتب قانونها على طول قبل ما نبدأ نحل المولالتي عبارة عن عدد المولات على اللي هو الكيلو جرام أو الماس بالكيلو جرام للسول ذنت اللي هو المذيب طيب هذا وقانون خلاص ثبتنا يلا نبدأ نقرس السؤال ونكمل أعطانا معطيات قلنا أنه عندنا كمية 200 من الشقر ذابت بس هذه الذابت من الشقر وعطانا دا المركب وقلنا أنه هذا الذاب في 500 من الووتر طيب أنا استفدت إيش عرفت أنه عندي المذيب هو الووتر وكان 500 طيب هنحطه هنا بس انتبهوا 500 وبالجرام إيش هنعمل هنحولها لكيلو جرام نقوم إيش نعمل نكسم على 1000 ويعطينا المفروض نص يعني نمسح ال500 دي ونقول نص وهي بثبتنا يلا الحين بنجيب المولات إحنا ما نعرف غير الميتين وغير هذا المركب كيف هنسوي يعني كيف هنحل هنقول هو معطينا بس الشغر يعني معطينا واحد مول وقال لنا إنها 200 جرام أنا أبغى أعرف كل دي المولات فإيش هعمل طبعا عندنا عد المولات هنا مشهولة تساوي X وهنا أنا إيش هعمل حجيب المولر ماس ولو تعرف المولر ماس كيف ينجاب من اللي قبل هنضرب في اللي هو العدد الكتلي فحنقول 12 درة من الكربون في العدد الكتلي اللي هو أصلا برضو 12 والهايدروجين مضروب في عدده الكتلي واحد والأوكسجين مضروب في عدده الكتلي 15.9 أو 16 هدولا كل واحد هنضرب على حدم وحنجمعهم بعدين حنحط علامة الجامع فيما بينهم وحيطلع لنا الناتج النهائي 507 ويلا طرفين في وسطين وحيعطينا عدد المولات X point 4 ونحطها هنا point 4 لما نكسم على point 5 حيعطينا هذا الناتج أو يعطينا بشكل أصح point 8 بس هو تقريبا ناتج تقريبي اللي هو point 789 طيب هنا في السؤال هذا هو ما هو طالب مني لا مولاريتي ولا مولاريتي وعشان يريحنا قالنا أنا معطيكم المولاريتي هذي إش أبغى منكم أبغى منكم تجيبوا لي الماس طبعا كيف أجيب الماس طالما هو معطيني المولاريتي فأكيد في علاقة رابطة بينهم الحين حنعرفها بس خلينا نكتبه وشي قانون المولاريتي ينص على أنه المول على للسول للسليوت على الفوليوم للسلوشن طيب وبعدين لسه مولاك لسه فوليوم وين الماس الموضوع إحنا نعرف من الليكتشيرز السابقة إنه المولار عبارة عن ماس على مولار ماس صح ولا لا فيلا نستبدل نستبدل الكلام ده حنقول نشيل ده خلاص ما نبغى حنقول أو نبغى منه بس البي حنشوف حنقول عندنا الام اللي هي الماس هنا خلينا نكتبها عشان ما تلخبطوا الماس على المولار ماس مضروبة في الفوليوم وكمان نحد هذا نقفله تساوي لنا المولاريتي طيب وبعدين حنضرب ضرب تبادلين نغير اللون نحط كده فحنقول واحد حيصير عندنا الماس على جام كده طرف و المولار ماس مضروبة في المولاريتي كده حنخليها م و مضروبة كمان في الفوليوم و عندنا هذا هو عندكم المولاريتي و عندنا هذا الفوليوم و كمان عندنا خلاص معطينا المولار ماس وتعويض خلاص مباشر ويعطينا الحل هذا المفروض إذا كان عندكم مشكلة تقدروا تتكلموا معي بالتليجرام هحط تليجرام تحت في الديسكريبشن وتواصلوا معي لو حصل لكم مشكلة في الحل آخر فكرة اللي هي الدلوشن أو سيليوشن إحنا نحي ركزنا المركب نبغى هذا المركب اللي ركزنا نخففه يعني نبغى less كونسنتريتد less تركيز أقل تركيز يعني ننقله من التركيز العالي من المور كونسنتريتد للس كونسنتريتد من مور للس طيب فإيش القانون أكيد القانون في before and after صح ولا لا فإيش القانون يقول لنا يقول لنا المولارتي الأولى البفور حتنضرب في الفي الأولى طبعا هو له طريقة استنتاج بناء على القوانين السابقة بس خلاص احفظوها كده وريحوا رأسكم لأن استنتاج ممطلوب فهيكون السابق اللي هو كان مول على أو يساوي الام 2 والفي 2 اللي هي بعد التخفيف قبل هنا كانت مركزة وقبل التخفيف وهنا بعد التخفيف اللي هي after تمام هنا يرجع يذكرنا أنه المولار أو المولارتي هي عبارة عن المول في ال solution اللي هي الvolume للسلوشن باللتر تمام هنحل أسئلة ونعرف كيف نستخدم دال القانون أكثر نجي هنا نشوف سألنا سؤال أول شي هو رجع كتب لأن القانون هنا وخلاص احنا عرفنا رجع سألنا سؤال وأنا يلا الحين باختبركم فيه يقول لنا في التخفيف احنا اش نعمل هل هنغير العدد of the mall of the or or لا يعني المولات لي اللي هو المذاب هل هتتغير ولا لا طلوا في الصورة وشوفوا ركزوا هتتغير هنا هذه الصورة after and before ركزوا يلا عشرة ثواني فكروا فيها هل هيتغير ولا لا حيكون لا ما حيتغير ليش لأن احنا ما سوينا شي أصلا غير اننا ضفنا مذيب زيادة ضفنا موية زيادة بش شوفوا عدد اللي هي الدوائر هذه تعبر عن المذاب هل تغيرت هل قلت هل زادت ما حصل شي اللي حصل انه بس زدنا الموية عشان ما بنخفف بس لا أكثر ولا أقل يعني زدنا اللي هو المذيب وما حدثنا أي تغيير في عدد مولات المذاب أبدا نجي هنا نشوف هنا طلب مني يبغى المولاريتي بس لسه ما نعرف هي M1 ولا M2 حنكمل السؤال ونشوف of solution made by dilution or diluting 050 L تمام of هذا هذا العدد من المولاريتي طيب أوك كيف نعرف هذا M1 ولا M2 ولا V1 ولا V2 قلنا الكلمة المفتاح made by و made by ما بعدها يعني البداية made by طبعا تعني كلمة من يعني هو محلول من من هذا كله من تخفيف دا يعني هذا أكيد البداية فهذا حيكون عندي M1 وهذا اللي معا أخو V1 طيب أكيد اللي بقي لي V2 وعشان نتأكد شوفه قيل لي 2 كلمة 2 يعني بعد أو تدل على النهاية فهذا أكيد V2 ويصير عندنا المطلوب عندنا اللي هو M2 نعمل حساباتنا عندنا فإحنا حنكتب القانون حقنا مبدئيا حنقول M1 V1 يساوي M2 V2 والمجهول عندنا هو M2 فإحنا هنكتب ونعوض عن دولة يأما أننا نحط الأرقام مباشرة ونحط اليساوي يطلع لنا بالقال الحاسبة بشفت أو نعمل زي المقص ونخلي M2 في طرف لحالها ويطلع لنا هذا الحل طيب هنا في هذا السؤال قال لنا what volume يبغى volume بس ما نعرف هي ابتدائية ولا نهائية لهذا المولر ماس بعدين قال وكمل قال to make وأي شيء غالبا يجي بعد 2 يكون أكيد بالفاينل أو نهائي فيكون رقم 2 فهذا نقول عنه V2 وهذا هيكون المولارتي اللي هي 2 يصير عندنا داء مولارتي 1 وعندنا طالب مني V1 فاش هنعمل هنقول 18 مضروبة في المولارتي 1 المجهولة و مضروبة في تساوي قصدي 2.40 مضروبة في 2.50 لو طلعناها بالشيفت سولف هتطلع مباشرة لو لا هنضطر أنه نضرب داء الطرف وبعدين بعد من نخلص نود داء بالقسمة وبكده يطلع لنا ال M1 تمام عندنا هنا قال نبغى نحضر هذا العدد من الفوليوم ل المولارتي هذي بعدين قال فروم يعني هذا هيكون M1 وعندنا هذا هيكون V2 و M2 وهو طالب مني الفوليوم رقم واحد هنعيد نحط المعادلة زي ما سوينا أول ويطلع لنا المفروض داء الناتش هنا هنا الفكرة الأخيرة اش يقول اعطانا هنا فوليوم واعطانا مولارتي اضيفت الى enough water to give يعني هذا اكيد الفي تو هذا الفي تو هذا M1 وهذا الفي ون والمطلوب عندي المولارتي اللي هي تو تمام وبالقانون هنعرف كيف نطلعها زي ما طبقنا في الأمثلة ترجمة نانسي قنقر